السؤال الذي يطرحه كل الناس هل هذا الحادث صدفة أم مؤامرة السفينة حامية الحاويات تنحرف عن مسارها وينغرس مقدمتها في رمل القناة هذا الحادث أدى لخسائر هائلة خسرت أكثر من 400 مليون دولار في كل ساعة زيادة أتمية البترول في نيويورك وأكثر من 400 سفينة تم توقف حركتها قبل كل شيء علينا أن نرجع إلى تاريخ بداية شق قناة السويس الاصناعية التي تبدأ من مدينة السويس وتنتهي في مدينة بور سعيد طور القناة 193 كم ولكن أهم شيء أريده هو أن تشر الفيديو في الواتساب والفيسبوك ولا تنسى أن تكتب رأيكم في التعليق هذا كل ما أريده يلا نبدأ تبدأ فكرة شق قناة السويس مع نابوليون في سنة 1798 لكن الفكرة لم تنجح وفشلت على فكرة نابوليون بوناباط قائد عسكري وسياسي فرنسي الأصل وفي سنة 1854 أقنع السياسي الفرنسي فيردينان دي لسيبس حاكم مصر عباس باشا الأول من الأسرة التابعة للدولة العثمانية شق قناة إصناعية فحصلت موافقة الإدارة العثمانية بالسماح بالشركة الفرنسية برئاسة فيردينان بحفر قناة واستغلالها لمدة 99 سنة بتأت أعمال الحفر استاهم في عملية الحفر مليون عامل مصري توفي منهم أكثر من 120 ألف عامل نتيجة السوء التغذية والمعاملة السيئة في سنة 1869 تم فتح قناة السويس الإصناعية في وقت الحالي يمر من القناة 10% من التجارة العالمية وهي أكثر قناة استحاما في العالم على طول القناة تتم مجر وتعويم السفن بواسطة القاطرات التابعة لشركة المصرية إنشكيب ولكن كيف انحرفت السفينة؟ الخبراء يقولون أن المد والجزر وسرعة الرياح التي أدت إلى انحراف السفينة فالسفينة ضربتها رياح بقوة 70 كم في الساعة والحمول لعبت دور الشراء ما أدى إلى انغراس مقدمة السفينة في الرمل بشكل قوي ستة أيام حتى تم إعادة تعويم سفينة Ever Given وهذا الفيديو بعد تم إعادة تعويم سفينة Ever Given بذقائق بعد نجاح عملية تعويم السفينة خضعت لفحص تقني شامل على يد خبراء ومهنجسين وأن السفينة الآن وصلت إلى وشهتها إلى الروتين دام بهولندا فالسفينة Ever Given أطول من سفينة تيتانيك أطول منها ب131 متر هنا تكون نهاية الفيديو لا تنسى أن تشارك الفيديو مع أصدقائك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة